اشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل الاشعارات هذه العملية التي سوف نذكرها في الفيديو وجب علينا القيام بها لنستفيد من عدة اشياء ونتفادى عدة مشاكل كما نعلم من 18 يوم الى 22 يوم تبدأ فراخ الزبرة من الخروج من العش واستكشاف القفص هنا اخي الكريم وجب علينا مباشرة نزع العش فعند نزعك للعش اخي الكريم ستستفيد من تسريع فطام الفراخ وتتفادى عدة مشاكل لانك اتركت العش فستتأخر عملية فطام الفراخ لان الفراخ ستبقى ماكتة في العش وتعتمد على الذكر والانتة في الاكل لذا وجب نزع العش لتخرج الفراخ للقفص وتبدأ في الاعتماد على نفسها والتعود على القفص وتتأكد بان الفراخ تقف على المجاتم وتطير بشكل جيد تقريبا 20-22 يوم من عمر الفراخ تنزع العش والمشاكل التي نتفاداها وهي ان الذكر والانتة يحاولون التزاوج مرة اخرى فعند رؤيتهم بان الفراخ بدأت في الخروج من العش سيقومون بالتحضير لعش اخر وتضع لك الانتة البيض في العش المتسخ ويصبح الذكر والانتة يضربون الفراخ وابعادهم عن العش ونتف لهم ريشهم ولا يصبحون يطعمونهم جيدا وايضا تصبح الفراخ تدخل بكترة وتخرج من العش مما يؤدي الى كسر البيض الجديد الذي وضعته الانتة لذا وجب علينا نزع العش لكي لا تضع الانتة بيض اخر في هذه المدة التي ننزع فيها العش تقريبا تكون من 20 يوم الى 35 يوم موعد في طام الفراخ 15 يوم تقريبا هذه المدة نستفيد من راحة الزوج اي هذه المدة يرتاح فيها الذكر والانتة الامر المهم الذي نستفيد منه عند نزع العش وهو تسريع عملية في طام الفراخ اول حاجة تبقى الفراخ تتعود على القفص تاني حاجة تبدأ الفراخ في محاولة الاكل لوحدها والاعتماد على نفسها مما يسرع عملية الفطام لذا وجب تقديم الاغذية الطارية كالبيض المسلوق والخضروات التي تستطيع الفراخ خدمها واكلها بسهولة وايضا كما تلاحظون نقدم الاكل او البدور الرئيسية الخاصة بالزبرة اسفل القفص في معلف كما تشاهدون لان الفراخ لم تتعود بعد ولا تعرف كيفية الوقوف على المعالف الخاصة بالقفص وبهذا تسرع عملية في طام الفراخ عوض ان تقوم بفي طام فراخ في عمر اربعين يوم ستقوم بفي طامهم في عمر اثنين وثلاثين يوم اتمنى ان الفيديو اعجبكم والسلام عليكم